بدأ الحبيب شباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب زيارة عمل رسمية إلى إسبانيا يلتقي خلالها ممثل منظمات المجتمع المدني المغربية في إسبانيا ومن المقرر أن يقوم شباني خلال هذه اللقاءات بتعريف بنتائج وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي جرى بمشاركة حوالي عشرة ألاف جمعية بالمغرب لمدة عام إضافة إلى بحث سبل مشاركة مغربة الخارج في هذه التجربة وكانت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد خلصت في ختام أعمالها مؤخرا إلى ضرورة وضع ما سمته ميثاقا وطني لتفعيل مشاركة المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية نضم إلينا من مدريد الحبيب الشباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في مغرب مرحبا بك سي الوزير إلى أي حد يبدو لكم مفيدا أنتم ومعززا لهذا الحوار إشراك الجمعيات المغربية في الخارج أهلا وسهلا أستاذ عبدالصمد لك تحية ولمشاهدين الكرام فعلا المغرب يخوض اليوم إصلاحات عميقة ومتوازية من أهمها ما يتعلق بدور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمفهوم الواسع للكلمة في مجال صناعة القرار على اعتبار أن الدستور الجديد أحل هذه الجمعيات موقع متميز في صناعة القرار على المنسى والمحلي والمركزي عبر آليات قانونية ومؤسساتية ولتحقيق مشروعة هذه الإصلاحات خوضنا حوارا وطنيا هو الأطول من نوعي في تاريخ بلدنا انطلق يوم 13 مارس 2013 وانتهى يوم 21 مارس 2014 وخلص إلى مجموعة كبيرة من التوصيات همت قوانين تنظيمية متعلقة بالحق في التشريع الذي كفله الدستور للمواطنين وهم كذلك الحق في الاعتراض يعني العرائض عبر تمكين المواطنات والمواطن من تقديم عرائض تتعلق بالسياسات العمومية اتفاقا أو اقتراحا أو اعتراضا وهو ما استوجب كذلك الكلام عن التشاور العمومي كمقضايات اليوم دستورية تلزم جميع المؤسسات مع المواطنين قبل اتخاذ أستاذ شباني هذا ربما يقتضي وقتا أطول ونحن وقت ضيق جدا في النشرة سألتك عن إشراك الجمعيات الجالية المغربية في الخارج في هذا الحوار الوطني حول المجتمع المدني نعم هي كانت شريكة في الحوار لاعلم سوى عضوية اللجنة ولاعلم سوى الفعاليات بحيث شارك في الحوار أكثر من 500 جمعية من مغاربة العالم كما شاركوا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصص لاستقبال مذكرات والاقتراحات وقاموا كذلك من خلال اللجنة الوطنية باعتماد استمارة إلكترونية عممت بمجموعة من اللغات وتلقت اللجنة الوطن للحوار العديد من الاقتراحات والتوصيات ستجعل مغاربة العالم كمنظمات وكمواطنة ومواطنين في السياسات المرتقبة والإصلاحات المرتقبة حاضرين بشكل كبير جدا في هذه التأثيرات المرتقبة على صناعة القرار كيف يمكن أن يكون ربما هذا الحوار بداية لإشراك المغاربة مثلا في بعض الاستحقاقات السياسية والدستورية كالانتخابات مثلا مغاربة الخارج أعتقد هذا الموضوع اليوم حسم منذ أن تحدث السيد رئيس الحكومة في سؤال شهري بالبرلمان عندما ذكر وأكد على المواقف التابعة من هذه القضية اليوم بالدستوري الجديد بمبدأ تفعيل مبدأ المساواة من المغاربة بما يجري من حولنا في دول المغرب الكبير من الحضور اللافت لمغاربة الجالية التونسية وتحدث قبل القيام عن الجالية الليبية اليوم المغرب لم يعد في وارد أن يكون مغاربة العالم خارج المؤسسات هذا أمر محسوم اليوم هناك العديد لا بد أن يكون متوازنين هنا في عرض بعض وجهات النظر هناك من الانتهامات التي وجهت لكم من بعض الجمعيات وانتقادات للحوار الوطني حول المجتمع المدني وتهمت اللجنة التي أشرفت عليها بعدم الاستقلالية والطغيان التمثيل الحكومي فيها كيف تردون على ذلك سيد وزير هذا الكلام ينتمي الآن إلى الماضي ولم يعد له أي دعني أقول لك بكل صدق أي مصداقية لأن أعضاء اللجنة الوطنية كما اشتغلوا وعلى رأسهم شخصية وطنية معروفة باستقلاليتها واستقامتها ونزاهتها شهدت وشهد أعضاء اللجنة وكذلك شهدت الخلاصات والتقل النفس الذي عمم والذي قدم في حفل ختامي يوم 15 ماي الفارط كل هذه المعطاية اليوم جعلت ادعاءات النيل من استقلالية اللجنة ومشروعية الحوار الوطني صارت اليوم من الماضي شكرا يعني أقول لك اليوم بأنه التوصيات حضيت بأول تجاوب نوعي نعم من خلال قرار جلالة الملك اعتبار يوم 13 مارس يوما وطني لمجتمع المدني شكرا لك سيد الوزير الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب من إسبانيا